السلام أزول معكم عبد الله إيمسي صحفي مغربي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط في العاصمة واشنطن دي سي حياتي تبدلت بشكل أو بآخر مرة مع تعلن الحجر الصحي في العالم كله وماشي غير في هذه البلاد وهذه البلاد الله في العالم كله ولو أنه كان هناك اختلاف فقط إمتى وقتاش وشكون سباق أعلن على الخطوات الاحترازية المغرب كان سباق هنايا ما زال ما وصلنا لحالة دي الحجر الصحي التام ولكن بدأت تقرب خصوصا أنها وصلت لنيويورك فبدأت بدأت هذه الحالة دي الحجر الصحي ما غدش نكتبها لكم نقول لكم حياتي تبدلت ولكن اتشار دي الفيروس دي الكورونا أكيد غد يتبدل مجموعة من الممارسات مجموعة من العادات مجموعة من الأشياء اللي ملفين كان دلوها يوميا ما قد يش تبقى عوض ما نقول نحضره على الصوشل نيتوركين واللي نحضره على الصوشل ديستانس بزاف دي المفاهيم غد يتغير أنا قنحرص أنني ندوز هاد التجربة هادي وهاد المرحلة هادي من خلال الاكتشاف الدات مستطلح فلسافي ولكن الواحد كي دلس مع راسو كي تصنطلع ضيماتو هذا واكتشاف الدات روتيني اليومي في زمن كورونا تغير إلى حد ما تغير ولكن هادي فرصة بالنسبالية لمراجعة الدات للطلاع على مجموعة من المؤلفات والعناوين اللي بقعت في الرفوف أنه جاء الوقت باش الواحد يقرأ ويعمق المدارك دياله سواء المجال اللي كي يشتغل فيه ولا المجال اللي كي يقرأ فيه ولا المجال اللي باغي يكتشفوا شخصيا عندي واحد جوج ديال الكتوبة يالله بديتك نقراهم واحد كيتعلق بجو بايدن البايو ديالو ديالو بوك اوف جو والتاني ديالو ديالو هو ديال هشام مطر كاتب ليبي فيه قصة ديال الأباء والأبناء والأرض وما بينهما بالنسبة للمغرب وكورونا هذي فرصة تاريخية بالنسبة للبلاد ديالنا باش انها تزيد للقدام هذي شي شهور كنا كنا هدروا على لجنة النموذج التنموي أي نموذج تنموي يليقوا ببلادنا ربما لهذه الجنرة تعتطي لها واحد الفرصة دهبية أنها تشوف شنه هي مكامن الخلل ومكامن النهوض بلادنا مكامن الخلل راه واضحة تعليم الصحة مكامن النهوض حتى هي راه واضحة أنه كينا إرادة ديالشعب وديالدولة يعني الفوق والتحت باش تزيد بلادنا للقدام وباش احتحجا ما تضر المغرب ولا تضر بلادنا رسالة المينارة شكرا على المجهود الجبار لكتديرو شكرا على خلق وعي جديد وعي إلكتروني جديد مع السلامة